بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبابي طلبة وطلبات الصف الرابع النهاردة إن شاء الله هنشتغل آخر فيديو شرح آخر درسين في الوحدة الرابعة درس الخامس والسادس هو طبعا نمومهم مع بعض لأن الشغل فيهم مش كتير هم درسين صغيرين إن شاء الله نخلصهم النهاردة والفيديو الجاي نحال التدريبات بتاعته أتمنى لأول مرة يشوفني أشترك في القناة وفعل زر الجرس وتعملونا لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد ونوصل بسوء ونبدأ بسم الله زي ما احنا متعودين يا حبابي بنقرأ كلمات أول حاجة طبعا الكلمات اللي عندنا الصيف صمر قوارب سياحية توريست بوتس النيل زنايل كلمات أخرى English اللغة الإنجليزية Chinese اللغة الصينية Interesting places أماكن شيقة صاد اللي فجأة From all over the world يعني من جميع أنحاء العالم كلمة from دي اتفقنا ده حرف جر بمعنى من One day يعني ذات يوم لما أجي أحكي قصة أبدأها بone day مثلا تبقوا عارفين One day يعني ذات يوم Unaboot يعني في قارب أو على قارب Unaboot طب تعالوا معايا نشوف الأفعال الموجودة في الدرسين يسافر Travel الماضي بتاعه Travelled خلي بالكو Double L بضاعف ال L Fall يقع Fill الماضي بتاعها يسقط أو يقع Shouted Shouted Called Called Save Saved Meet you قابل Meet Stop يتوقف Stoped Swim Swam Decided Decided Smile Smiled يبقى دي كل الكلمات والأفعال اللي عندنا في الدرسين الخامس والسادس بعد كده الصفحة اللي بعديها مدينا قطعة هنعرها ونحل عليها صفحة 183 عنوان القطعة والصورة هي Living on a boat يعني المعيشة أو الحياة على سطح قارب أو مركب تعالوا معايا نشوف بتتكلم عن القطعة My friend Shereef lives on a boat in the summer صديقي شريف بيعيش على مركب في الصيف His parents work in tourist boats والديه بيشتغلوا على مركب على قوارب سياحية هي شغلتهم كده فهو طبعا معاهم So لذلك he goes with them عشان كده هو بيروح معاهم They travel up and down the Nile يعني بيسفروا طبعا زهابا وايابا في النيل زي ما بيقولوا He likes the summer very much هو بيحب الصيف جدا He sees many interesting places And ليه بيحب الصيف لأنه بيشوف many interesting places And he meets وبيقابل people from all over the world يعني من جميع عنحاء العالم He speaks English and Chinese with the tourists بيتكلم انجليزي اللغة الانجليزية واللغة الصينية مع السوياح One day, ذات يوم, the boat stopped المركب توقف And Shreyf saw some children playing المركب توقف وشريف شاف بعض الأطفال بيلعبوا Suddenly, فجأة A small child fell into the river طفل صغير سقط في النهر The child shouted, please help me الطفل صرخ وقال إيه من فضلك ساعدني Shreyf called his dad شريف نادى على والده هنا قول مش معناها قول دوش معناها يسمى معناها نادى على والده Shreyf's dad saw the child So the, ماضي الفعل see اللي هي يرى والد شريف's dad والد شريف شاف الطفل And jumped it وقفز into the river في النهر He swam Swam يعني عام أو سبح اللي ماضي بتاع الفعل swim يعوم أو يسبح And saved وأنقذ الطفل And saved the child The child smiled ابتسم And said Sدي ماضي فعلي say S-A-Y يقول الطفل ابتسم وقال إيه Thank you so much شكرا جزيلا Shreyf was very happy Shreyf كان سعيد جدا But But يعني إيه ولكن He also decided to learn to swim هو كان سعيد جدا ولكن هو تعلم درس من القصة دي Decided to يعني قرر أن يتعلم السباحة عشان لو تعرض لموقف زي كده يعرف ينقذ نفسه تمام هذه القطع قريناها سهلة جدا تعالوا بقى لما نحل الأسئلة عليها ريدا جين اقرأ مرة أخرى and write true or false طبعا هنحط علامة صح في true لو الجملة صح هنحط حرف T هنا أو حرف الف هنا لو الجملة خطأ تعالوا معين نشوف أول جملة كده Shreyf lives in a city in the summer Shreyf بيعيش مدينة في الصيف طبعا الجملة خطأ هحط هنا F Shreyf can speak English and Chinese صح يبقى هحط هنا To T حرف T number three The small child fell into the river الطفل الصغير سقط في النهر طبعا صح يبقى حرف T Shreyf jumped into the river Shreyf هو اللي كفص في النهر تعالوا لما نشوف مين اللي كفص في النهر كده أو شريف والد شريف هو اللي شاف الطفل وكفص في النهر يبقى الجملة خطأ الجملة دي خطأ Shreyf jumped into the river هتبقى هنا هحط حرف F أولا حبيبي بالشكل ده كده تمام طيب تعالوا معي بقى تحت جايب لسؤالين على القطعة بس سؤالين يعني بشكل عام ممكن يكونوا بعيدة عن القطعة شوية بيقول لي Why is it important to help others Why is it important to help others يعني important important يعني ايه هام ليه من المهم ان انت تساعد الاخرين طبعا المفروض واجب علينا ان احنا نساعد الاخرين بس ليه من المهم انت تساعد الاخرين ممكن اقول To make them feel happy عشان اخليهم يشعروا باستعادة To make them feel happy بالشكل ده كده To make them feel happy طيب السؤال اللي بعد كده Do you think it's important to know how نو يعني ايه يعرف هل تعتقد انه من المهم انك تعرف how to swim انك تتعلم ازاي تعم ويجاب لي في الاخر يعني لماذا يعني اقول هل تعتقد انه من المهم انك تتعلم السباحة وليه طبعا احنا عندنا في الكلمات النهارده بصوا معي كده في الكلمات خدنا كلمة مهمة جدا كلمة ينقذ سيف تعالوا نستخدمها في اجابة سؤال زي ده وهقول ايه To save myself عشان انقذ نفسي and save the others تمام كده To save myself and save other people اجابة جميلة ومنطقية فكذا كده احنا جاوبنا السؤالين الصفحة اللي بعد كده صفحة 184 جايب لي كلمات المفروض ان انا برضو هقراها كلها ولو في كلمة جديدة علينا هنحفظها وج يعني face بقولك كلمات فيها حرف الاف face fan fish foot كدم جمعها feet f e e t تمام يبقى ادي مجموعة كلمات بتبدأ بحرف الاف وفي كلمات فيها حرف ال vi زي cave كهف living room حجرة المعيشة van يعني شاحنة vegetables يعني خضروات تمام كل الكلمات دي احنا واخدينها قبل كده ولو في كلمة يعني حد فيكم مش عارفها ياريت يعرفها ويحفظ طيب جايب لي بقى تمرين بيقول لي ايه بيقول لي اكتب الكلمة هي تمرين سهل جدا الكاملة اللي حا لسه واخدينها دلوقتي كلها وجايب لي الصور والمطلوب منك انك هتكتب الكلمة تحت الصورة يعني هنا هكتب fish هنا هكتب living room هنا هكتب food وبعد كده فان ده كيف كهف وبعدين van شاحنة vegetables face تمريل بعد كده اقرأ واجب read and answer تعالوا معايا كده لما نشوف الاسئلة دي دي اسئلة عن بنت اسمها ماجي طبعا هنجاوبها لما نقرأ القطع اللي تحت بتتكلم عن ماجي فالكاتب بيقول ايه this is magi هذه هي ماجي دي ماجي وطبعا نجيب لك رسمة خريطة my house بيتي اهو وطبعا السوبر ماركت هنا والستيشن والسبورتس كلاب السوبر ماركت ده اللي بنشتري منه الطعام بتاعنا بتشتغل في بنت اسمها ماجي فنقرأ بقى القطع this is magi she works at the supermarket near my house بتشتغل في سوبر ماركت بالقرب من منزلي my family and I see here every week انا وعيلتي بنشوفها كل اسبوع when we buy food عندما نشتري الطعام magi checks checks ده يعني ايه تفحص بتفحص الطعام is fresh ان هو طازج مش با يعني ما فساتش بتفحص بتتأكد ان الطعام طازة ولا لأ she checks magi checks the food is fresh she helps us when we can't find something بتساعدنا لما نكون مش لقين شيء معين بندور عليه يعني she is very kind and happy هي لطيفة وطيبة وسعيدة تمام كده يا حبيبي طيب قرينا القطع تعالوا نحل الاسئلة where does magi work magi بتشتغل فين ads the supermarket اه بالشكل ده كده السؤال الثاني وضّص يدو هي بتعمليه في السوبر ماركت تعالوا كده لما نشوف اهي magi checks the food is fresh بتفحص الطعام التوزن طيب where is the supermarket اين يوجد السوبر ماركت تعالوا كده على الخريطة هو طبعا جايب لي الشكل ده ليه عشان اعرف منه مكان السوبر ماركت بالضبط طيب هو موجود بين ايه و ايه بين المحطة وبين sports club يبقى اقول it's between the station and sports club اه بالشكل ده it's between the station and the sports club تمام بكده نكون خلصنا الدرسين وزي ما انتوا شايفين هما مفهمش شغل كتير اعتمنا يا رب تكونوا استفدتوا وكانوا خفاف عليكم وان شاء الله الفيديو الجاي هنحل التدريبات بتاعت الدرسين واي حاجة برضو انتوا محتاجينها يكتبوها لي في التعليقات وقابلكوا ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة